بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ونصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا حياكم الله وأهلا وسهلا بكم أبناء الطلاب وبنات الطالبات في التربية الفكرية للمرحلة المتوسطة للصف الأول المتوسط لمادة القرآن الكريم والدراسات الإسلامية وجدد بكم الترحيب مرة أخرى في هذا الدرس والذي سيكون بإذن الله تعالى استكمالا لدرس دعاء الخروج من المنزل ولكن أيها الأبناء تعودنا قبل أن نبدأ أي درس أن نستمع أولا إلى تعليمات الدرس فنقول في تعليمات الدرس نرجو من الأسرة الكريمة تهيئة الجو المناسب وإحضار الكتاب والأدوات اللازمة للطالب والطالبة والاستعداد الجيد للدرس نستمع إلى آداب الدراسة عن بعد أولا الجلوس في مكان مناسب ومهيئ للدراسة ثانيا متابعة الدرس حتى انتهاء الوقت المخصص للحصة وثالثا إحضار الأدوات اللازمة من الكتاب ومن القلم القابل للمسح والآن نتعرف على الأهداف الهدف العام حفظ دعاء الخروج من المنزل أما الأهداف الخاصة فأولا أن يتعرف الطالب وأن تتعرف الطالبة على صيغة دعاء الخروج من المنزل ثانيا أن يردد الطالب وأن تردد الطالبة دعاء الخروج من المنزل ثالثا أن يحفظ الطالب وأن تحفظ الطالبة دعاء الخروج من المنزل بالشكل الصحيح والآن أيها الأبطال بعد أن تعرفنا على الأهداف هيا بنا ننتقل إلى درسنا درسنا في هذا اليوم سيتحدث عن دعاء الخروج من المنزل دعاء الخروج من المنزل الآن ننتقل يا أبطال إلى النشاط الأول في هذا النشاط نريد أن نصل دعاء الخروج من المنزل بالصورة المناسبة عندنا هنا في جهة اليمين دعاء الخروج من المنزل بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله إذن دعاء الخروج من المنزل نريد أن نصل الدعاء بإحدى الصورتين في جهة اليسار عندنا صورتان الصورة الأولى والصورة الثانية أين الصورة المناسبة للدعاء؟ الآن ننظر إلى الصورة الأولى نجد أن هذا البطل ماذا يفعل يخرج؟ أحسنتم يخرج من المنزل ماذا يفعل؟ يخرج من المنزل في الصورة الثانية نرى أن هذا البطل أحسنتم يدخل إلى المنزل يدخل إلى المنزل نحن الآن نريد أن نصل دعاء الخروج من المنزل بالصورة المناسبة أين الصورة التي تدل على الخروج من المنزل؟ هل هي الصورة الأولى أو الثانية؟ هيا أبطال من يأتي لنا بالإجابة؟ الصورة المناسبة هي الصورة؟ أحسنتم نعم هي الصورة الأولى الصورة الأولى إذن نصل الدعاء بالصورة الأولى إذن حينما نخرج من المنزل نقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله ننتقل الآن إلى النشاط الثاني إلى النشاط الثاني ونريد أن نرسم دائرة حول الإجابة الصحيحة نرسم دائرة حول الإجابة الصحيحة عندنا في الأعلى هذا الدعاء بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله ماذا نسمي هذا الدعاء؟ هل نسميه بدعاء الأكل؟ أو نسميه بدعاء الخروج من المنزل؟ ما رأيكم يا أبطال؟ نسميه بدعاء الأكل أو بدعاء الخروج من المنزل؟ أي الجملتين هي الصحيحة؟ الجملة الأولى أو الثانية؟ أحسنتم نعم الجملة الثانية هي الجملة الصحيحة إذن هذا الدعاء نسميه بدعاء الخروج من المنزل الخروج من المنزل انتهينا الآن يا أبطال من هذا النشاط فهيا بنا ننتقل إلى النشاط الثالث هنا الآن نريد أن نصل دعاء الخروج من المنزل بالترتيب دعاء الخروج من المنزل قسمناه إلى بطاقات نريد الآن أن نجمع هذه البطاقات نبدأ بالبطاقة الأولى ويوجد فيها أول جملة من دعاء الخروج من المنزل وهي أحسنتم بسم الله الآن نريد أن نمشي معا منها من البطاقة الأولى حتى نصل إلى البطاقة الثانية ماذا نجد في البطاقة الثانية؟ نجد العبارة أحسنتم الثانية وهي توكلت على الله هل انتهى دعاء الخروج من المنزل؟ أحسنتم الجواب لا إذن نكمل المسير سويا حتى نصل إلى البطاقة الثالثة حتى نصل إلى البطاقة الثالثة وهي ولا حول ولا قوة إلا بالله إذن بهذه الطريقة اكتمل معنا دعاء الخروج أحسنتم من المنزل بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله الآن نأتي يا أبطال إلى هذا النشاط ماذا نريد أن نفعل في هذا النشاط؟ نريد أن نرتب البطاقات التالية أولا بالأرقام ثم نكتبها على السطر الذي في الأسفل عندنا ثلاث بطاقات وكل بطاقة تحمل جملة أو عبارة من دعاء الخروج من المنزل البطاقة الأولى تقول توكلت على الله والبطاقة الثانية ولا حول ولا قوة إلا بالله والبطاقة الأولى بسم الله الآن نريد أن نضع رقم واحد على البطاقة ماذا الأولى أو الثانية أو الثالثة؟ أحسنتم نعم نضع رقم واحد على البطاقة الثالثة بسم الله الجملة أو العبارة الثانية في دعاء الخروج من المنزل ما هي؟ توكلت على الله أو ولا حول ولا قوة إلا بالله أحسنتم نعم يا أبطال العبارة الثانية توكلت على الله إذن نضع هنا رقم اثنان والعبارة الثالثة ولا حول ولا قوة إلا بالله نضع عليها رقم ثلاثة الآن نريد أن نكتب دعاء الخروج من المنزل مرتبا هنا على هذا السطر المنقط نكتب دعاء الخروج من المنزل بهذه الطريقة بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله أحسنتم يا أبطال وبارك الله فيكم الآن يا أبطال أريد منكم أن تساعدوني هنا في ترتيب هذه البطاقات التي أمامكم هذه البطاقات الملونة عندنا البطاقة الخضراء وعندنا البطاقة الصفراء وعندنا البطاقة الوردية الآن نريد أن نرتب البطاقات بشكل صحيح حتى يكتمل لدينا دعاء الخروج من المنزل نبدأ بأي البطاقات الثلاث الخضراء أو الصفراء أو الوردية نبدأ بالبطاقة أحسنتم نعم نبدأ بالبطاقة الوردية إذن نضعها هنا ثم نأتي بالبطاقة ماذا؟ الخضراء أو الصفراء أحسنتم نعم بالبطاقة الصفراء بسم الله توكلت على الله والأخير هي البطاقة أحسنتم نعم الخضراء ولا حول ولا قوة إلا بالله إذن اكتمل الآن لدينا دعاء الخروج من المنزل بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله الآن نعود يا أبطال ونستكمل الدرس ننتقل الآن إلى هذا النشاط ونريد في هذا النشاط أن نضع هذه النجمة أسفل الإجابة الصحيحة عندنا في الأعلى هذا الدعاء بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله الآن السؤال يقول يقال هذا الدعاء عند الخروج من ماذا؟ بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله هل نقول هذا الدعاء عند الخروج من المدرسة أو عند الخروج من المنزل؟ عندنا الآن بطاقتان نريد أن نضع النجمة أسفل البطاقة الصحيحة أين البطاقة الصحيحة؟ التي تقول المدرسة أو التي تقول المنزل؟ أحسنتم نعم البطاقة الصحيحة هي البطاقة الثانية ونضع تحتها النجمة إذن عند خروجنا من المنزل نقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله أحسنتم يا أبطال وبارك الله فيكم وأشكر لكم هذه المشاركات الرائعة والجميلة وقبل الختام إخواني وأخواتي أولياء الأمور أتمنى منكم الاطلاع على هذه التوصيات والعمل بما فيها من توجيهات وتعليمات شكرا لكم إخواني وأخواتي شكرا لكم أبنائي وبناتي نلتقيكم على خير نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم